قاد عدة إجهزة أمينية من أبرزها لا من الوطني والقوات المساعدة وكان لعنيكري تعرض لحادثة سير خطيرة كادت تودي بحياته فتم إحالته على التقاعد سنة 2012 وينحدر لعنيكري من مكناس وتخرج من مدرسة هرمومو واشتغل تحت إمرة الجنرال حسني بن سليمان الذي كان قد عين قائدا للدرك الملاكي وارتقى في سلم المسؤوليات العسكرية وتولى سنة 1977 مسؤولية القيادة العامة للدرك الملاكي بالدار البيضاء ثم أصبح مستشارا عسكريا لرئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعشر سنوات وعمل على إنشاء قوات حماية الشيخ زايد وحين عاد إلى المغرب أصبح الرجل الثاني في جهاز مكتب الدراسات العامة والمستندات لاجيد من 1979 إلى 1989 حيث اشتغل مع الجنرال عبد الحق القادري وبعد تفجيرات 16 مايك رين مديرا عاما للأمن وبركاته اسمه كابرز رجل في محاربة الإرهاب في 2006 عينه الملك محمد السادس مفتشا عاما للقوات المساعدة قبل أن يعفى من مهامه ويعاد تعينه سنة 2009 قائدا للمنطقة الجنوبية للقوات المساعدة لكن في شيتمبر 2011 وأحيل على التقاعد في 2012 بعد تعرضه لحادث سير خطير ترجمة نانسي قنقر